لكن أنا حابين نروح برضو لفريق منتري المكسيكي أو منتري المكسيكي عشان فيه ناس كتير بتتكلم وبتقول أن فيه 11 لعب مش هيلعبوا مع فريق منتري المكسيكي في مواجهة النادي لا 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 هو بالفعل فيه 11 لعب بمشاركين مع منتخبات أو نقدر نقول خلاص 10 فيه لعيب مصاب في ريجيرا خلاص رباط صليبي بعد ورات كروزازول وفيه لعب هكتور مورينو رجع لأنه كان حصل على الإنذار الثاني في مورات المكسيك وكوستاريكا وبالتالي مش هيكون عنده حقية في مشاركة مبارات المكسيك وبانما وبالتالي هكتور مورينو عاد للبعثة أو التحق بالبعثة وباقي التسع لعبين هيقدوا مشاركاتهم مع الفرق أو المتخبات المكسيك والأرجنتين وتشيلي وبراجوي وكولومبيا وهيرجعوا يوم الخميس بالليل لأن آخر المبارات هتكون الخميس بتوقيت مصر 5 أو 6 صباحا في الحدود دي وطبعا الرحلة هتستغرق 15 ساعة بالتأكيد ده رهاكة فارس كبير على لعبين واستغرق 15 ساعة والبعثة أو فريق منتري المكسيكي لما رجع أو كان وصوله لأبوزابي كان خلال 15 ساعة وعمل كمان ترانزيت في أسلندا لأنه مفيش طيران دايركت وبالتالي ده ممكن يؤثر بشكل أو بآخر على لعبي فريق منتري المكسيكي بص احنا كنا بنتكلم أكيد أنت برضو كنت مشارك معنا مع جزء من جمهور منتري كان بيتكلم أنه أكيد ده هيأثر بدنيا ولكن هم عندهم حصوص أكبر أن اللعبة هتكون متواجدة تقريبا قبل المباراة بيومين وده هيخليهم حصوصهم أعلى كمان الفريق قيمته ويا أسامة تكتكيا داخل الفريق في حلول كتير جدا وده اللي بيخلي برضو أنت مش حاسس أن غياب مثلا في الجارة نتيجة الإصابة أو ميزة اللي مر بظروف أعراض كورونا برضو ده اللي حيأثر على فريق وإن كان ميزة لعب مميز جدا يمكن حتى معنا سورة ليو اندبندنتي الأرجنتيني بيحتفل بعودته وانضمامه لمنتخب الأرجنتين لأنه لعب اندبندنتي السابق وغيب عن منتخب الأرجنتين 1157 يوم هو لعب تقريبا مش تقريبا لعب عشر مباريات في سنة 2018 من مارس 2018 لنوفمبر 2018 وكانت آخر مباراة أمام منتخب المكسيك بشكل ودي فلما عاد بعد الغياب ده وعاد ليه لتقلقه مع فريق منتري المكسيكي لأن في عشرين مباراة ساهم في عشر أهداف صنع خمسة وسجل خمسة فبالتالي عودته لمنتخب الأرجنتين لكن ما شاركش لأنه كان عنده أعراض كورونا برغم النتيجة سلبية ففريق اندبندنتي الأرجنتيني جاب له تيشيرت رقم 8 والدهوله كتكريم له بالضبط كمان اللعب أونفاير في الكولوزورا وهو الدوري المكسيكي اللي بيلعب حاليا في الجزء الثاني منه تلعب ثلاث مباراة اللعب مساهم في ثلاث أهداف في الثلاث مباراة سجل هدف وصنع اثنين لعب مميز جدا هو الرايت وينجر بتاع الفريق ولعب أكيد ممكن يبقى لنا وقفة معاه ففريق منتري في أفضل أحواله حتى لو عنده بعض الغيابات ولكن هو داخل بأفضلية كنت حابب أقول حاجة خلال مشاركاتنا أسامة إحنا حصلنا ثلاث مرات على المركز السادس ليه أقول ده أكيد حصلنا مرتين على المركز الثالث برونزيت كاس العامل أندهو شيء عظيم ولكن أنا بقول ده عشان الجيل اللي موجود هناك أو الفريق اللي موجود في البطولة ارفعوا عن نفسك الضغوط مش معنى كده أن أنت مش مطالب تدافع عن تيشرت الأهلي أي حد بيمثل تيشرت الأهلي حيدافع عنه ولكن لازم تعرفوا أن بأجيال كبيرة حققنا بعض النتاج السلبية إذن أنت مطلوب أنك تحاول ولازم تحاول ولازم تحافظ على تيشرت الأهلي ولكن جزء من تحرير الضغوط يكون مهم جدا ويفرق مع الجيل ده والفريق ده وقد يحدث مفاجأة لو قدروا يحافظوا على الشعر ما بين أنك ترفع عن نفسك الضغوط وأنك تقدر تعمل حاجة وتحاول وتركز بص يا فرس الجيل ده تحديدا يعني يمكن فرق على الجيل أبو تريكا وبركاته وعصان حضر يوم متعب مش عايز أذكر أسماء لأن مشاركاتهم الأولى كانت المركز السادس ثم أول مدالية البرونزية الجيل ده بدأ من المدالية البرونزية فبالتأكيد أنت حققت إنجاز ولكن إحنا دائما وأبدا سقطنا في لعيبي النادي الآلي لأن عندنا قاعدة ما بتتغيرش الآلي بمنحضر يعني إيه؟ يعني أنت هتحاول وتقدم أقصى مالها ديك والنتيجة دي بتاعت ربنا وبالتأكيد بالتأكيد جمهيري النادي الآلي مقدرة الظروف بشكل أو بآخر لأنها بالفعل ظروف صعبة جدا وأنا بشوف أن ده أسوأ توقيت لبطولة كأس العام تبعا لظروف لعيبي النادي الآلي ولكن إن شاء الله نكون قادرين على تقديم مواجهة قويات جدا أمام منترية المكسيكي وبإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الآلي